من سوريا تفضل أهلا وسهلا بس مباشر نحن ألو أهي نعم أنت سني جنابك أهي بدي أسألك سؤال من سوريا أنا يا أهلا بك يا أهلا وسهلا ما عندنا مشكلة تسألنا لكن إذا أمكن جاوبنا على الموضوع المطروح تفضل تقبل زواج المتعة على أخواتك على أمك وعلى أختك شو السؤال لك شيخ عيب عيب لك شيخ شو هذا حرام حرام ليش حرامه هذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم شو صحيح شو هو أن نبيك شرع المتعة كانوا الصحابة يتمتعون بجداتك قال الحسين لا الحسين ما علينا ما لدخل الحسين عليه السلام ما لدخل بعدين طلع عداوتك ضده حاليا الآن الموضوع مع أختك حتى نتفق ونخلص الموضوع هل تقبلوا على أختك أنت؟ أحنا ناس كفار معليك بنا أنا جالس أسألك بما هو موجود في دينك بعدين إلك حق تسألني يا شيخ هم أكثر من نفار أليك أختك طيب خلص مادام ما تقبل على أختك بس هذا الشيء شرع نبيك وموجود في الصحيحين أن الصحابة تمتعوا بجدتك جدتك الحلوة الله يذكرها بالخير كانت بطلة لعبة لعب على الحبل حبل أحبال الصحابة أقصد كانت هلقد ما لعبة تتمتع بالرداء هذا على كتفية الآن هذه العباء اسمها الرداء هناك رواية في صحيح مسلم أن جدتك الكريمة خرجت ذات يوم فرأت بعض السن الموحدين وقالوا لها نتمتع منك بالرداء فقالت نعم فاذهب ابحث على هذه الرواية أنا أعرف أنت الآن انصدمت حضرت جنابك اذهب ابحث على هذه الرواية وشاهد كيف جدتك الكريمة كانت تستمتع وتتمتع وكانت مستمتعة متونسة يعني أنا ما أعرف أنت ليش متأذي الزعلان هي كانت فرحانة أصلاً تتمتع مع خمسة ستة خاصة أن نبيك في الصحيحين لم يضع شروطاً للمتعة يعني عدة واحترام الحامل ما وضع جعلهن كالحيوانات بل أشد يعني انكح وركب وركب وانزع ولك يعني مثلاً مثلاً أنت من سوريا حتى وضح لك ومثل جهاد النكاح بالضبط شلون جهاد النكاح بالضبط شلون طلعتوا نسوانكم عملنا بجهاد النكاح وجاهدنا وعند الله يكتبنا من المجاهدات المحصنات وبالضبط جدتك الكريمة كانت تجاهد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً أنتم الآن تجاهدون فأنت لا تنصدم اقرأ الرواية واتصل بي يا أهلا بك يا أهلا وسهلا